قضية مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تطفو إلى السطح من جديد مع تجدد مطالبات المنظمات الدولية بإيجاد حل جدري لها الأمم المتحدة نددت بما وصفته ظروفا مروعة يعيشها النزلاء داخل تلك المراكز عقب معلومات أشارت إلى وفاة العشرات منهم جراء إصابتهم بسل بغض النظر عن معاناة المئات من الجوع وسوء التغذية بسبب قلة حصص الطعام بينما أشارت إحصاءات إلى فقدان آخرين لم يحدد عددهم تنديد يتوازى مع دعوات أطلقتها وكالة اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تطالب الاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل لمساعدة المهاجرين سواء أولئك الفارين من ليبيا التي مزقها العنف أو العالقين في مراكز احتجاز هناك المنظمتان أشارت إلى أن ليبيا ليست بالمكان الآمن ما يتطلب مزيدا من الدعم لأولئك المحتجزين وتوفير وسائل لحمايتهم بالنظر إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى آلية لتزويد زوارق المهاجرين بمرفأ آمن يمكن الأشخاص على متنها أن يتشاركوه قبل ذلك بأيام جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين لما يتعرض له المحتجزون من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان نافيا تمويل أي مركز حكومي لهذا الغرض ترجمة نانسي قنقر